وصل يا باشا ازا كذا مش ممكن ناجي باشا والله العظيم لك وحشا الشركة نورت الشركة كلها نورت رد على الباشا كويس الباشا بيقولك ازايك تقوله الله يسلم ساعدتك الباشا ما بيحبش اللوكلو اتجواب على قد السؤال ماشي؟ 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 الودح يتعبنا اتعامل يا باشا تتعامل ايه؟ انت بتتلكك؟ ازا كا ازا كا؟ الحمد لله يا ساعة الباشا الحمد لله انا والله قديت الخدمة العسكرية وخدت شهادت الاعافة خلاص يا فاندم خدتها ازا كما ساعتك عارفة و... وبعدين يا فاندم انا اتبعتلي تلت مرات استدعاة تلت مرات روحت تلت مرات متخلفتش ولا مرة حتى في مرة انا روحت الواحدة وقال مرة الرابعة قلتي ممكن يكونوا محتاجين يعني ولا حاجة وبعدين قدي شهادت الدرايب حضرتك والشهادة معايا هيت وبطقت الرقم القومي وكل حاجة بياناته كلها مظبوطة يا باشا اه دا زاهر انت بتاخد كم يا زاهر الفين جنيه يا باشا وقدي حضرتك معايا مفرادات المرتب بهم والالفين جنيه دول بتاخدهم صافي لا طبعا يا باشا حق الدول اللي انا حاكلوا عليها انا بدفع 40% ضريبة اللهم مش عاملين الضريب عشرين في المية على ما اعرف يا اه دا تضرب في الاقوال يا باشا هتبدأ ملوعة هتبدأ ملوعة هتبدأ ملوعة حيتعبني يا باشا انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف صعيد وبعدين يعني هو اللي عند الحكومة حيروح دي حصانة يعني انت بتحوش عند الحكومة كويس اول ايو يا باشا انا كمان بدفع تأمينات وبدفع معونة شيطة وحدفع كمان الضريبة العقرية اللي هيعملوها على الشواء دي ابو يا كان جايب لنا شاقة في الستينات بستة جنيه ونص هم قدروها بتلاتة مليون كويس كويس اول يعني انت امور اقترب بيستلصف على كام دلوقتي ربعمية وستين جنيه باشا ربعمية وستين جنيه لمهندس عبقاري بتاع كمبيوتر زيك انت ماشا الله بتخش عالنت بتجيب رقم الكريدة كارت بتاع اي راجل غني بتشتري اللي انت عايزه وتنى خارج ولا منشاف ولا مندري مش كده يا زاهر ما بوس ايدك ما بوس ايدك ونما يا ماشا انا بطلت الحكاية دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام طب اسمع يا زاهر انا عاوزك تحت امرك يا ماشا انا عاوزك في الشغل انا جيلك عشان تشتغل معاني يا ماشا انا ده شرف لي بس الحقيقة انا هنا لسه بعقد ومتسبتش فحادك بس لو تصبر حليه شوي اوه ده بقى اللوك لوك اللي انا ما حبوش اوه حضرها هتفتح شركة كمبيوتر يا فندق انا هفتحها بس مش شركة كمبيوتر اوه مال شركة ايه مالكش يا داوة انت متسألش يا ولاد مش انت بتشتغلوا معايا ايوه يا باشا امركو اسألتوا عالشغل ولا نيو دمية اسأل فيادتك دي اسرار عسكرية يا باشا لو حضرتك قلتلي ارمي نفسك في البحر يا براهيم هرمي نفسي على طول اوه يا خي ما انت ما حتصدق ما انت اغاوي سمك بيض واقراميت باشا ارد عليه اخرس خالص حاض يلا تعال معنا يا زاهر احنا الزاهر مش عناعرف نتكلم هنا عناروح ناكل لقمة في حتة نعرف نتكلم فيها براحتنا اه ربنا يا عزي بقدرك يا باشا يجعله عامر توقف بالتنى حكده ليه؟ يلا هاتوا يا سيدي عليها النعمة يا باشا للنفسي فتحت للشغل معاك طول عمري بعمل جنب الجنبري ومش طيله بايبي طول عمرة اتنعفن ودني انا لو الباشا يتشاغلني معفل وطعمية برضه هشتغل يا حبيبي حنين قوي يا ميت يا فندم عندكو لحمة ولا انتم قطعينها؟ موجود يا فندم طب اعمل يا فندي ده 2 كيلو لحمة مشوية ها قصوه ما بيحبش الازازة بيحب الهبر حاضر فندم يا زيان ما بتقولش ليه لا يا فندم انا مش همديد على الاكل قبل حضرتك يا انا لا انا مش هاكل انا جايبكو عشان اتكلم معاكو انتم تاكلوا بس عايزكو تفتحوا مخوكو معايا وتركيزك كويس في الكلام اللي انا هقوله لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد ازنك بقى باشا يا ميت والنبي واحد استكوزه جنب والله يخليه ايوا كبيرة دي ماشا ربنا ما يحرمنا منك يا باشا دلوقتي الموضوع اللي انا عزك اللي اه ايه يا ديت ايه يا باشا بقولك ركز معايا ما انا مركز يا باشا ده جروب كان عندي في شرم من فترة دول اسرائيليين ايه يا باشا انت هتفضحنا ولا ايه ما تخلي الطبق مسطور ده سواح جلد اوي ده انا مرة خدتهم وغطست بيهم تحت المايا وعدت افراجهم مع الشعب المرجانية مرجانة مرجانة لما اتقطع نفسي في الاخر قاعدوا يلموا من بعض ودوني خمسة دولار عالم جلدة جلدة ايه وزفت ايه انت بنا هادم انت وعندكش دم واخد الاسرائيلين تفسحهم تحت المايا يا خاين يا عديم الوطنية اعميل اقول لزاي ده باشا لازم تشيني في مدان عام اكل العيش اعمل ايه يعني الله وليما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف ماصر انت لما طلع من جيبهم خمسة دولار ابانك كسبان ولا انت ايه رأيك يا باشا انت ايه رأيك يا زهر لا والله انا انا جبين بحب معلش ممكن ارد على التليفون ايه ايه يا كريم ايه مالك مالك اسم ايه ليه طب طب اهدى 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 انا هاجي انا هاجي معلش انا جيب ايه اخوي هتماسك في الاسم ولازم اروح له انا جايا معان طبعا انتو عاديين احنا مستنينك يا باشا الاسم ورانا مش بعيد ايه خدمة يا باشا انت بس سيادتك تدينا رانا هتلاقينا قدام ساعدتك على طول انا جاي معاك يا باشا خليك انتو عسام انا هروح معاه وهنيجي على طول محدش يتنقل من هنا حنايا او ادفع ناجي عطالله عميس سابق بالجيش وهو ملحق سابق بالخارجية اهلا ناجي باشا تفضل خير هما الولاد دول عمروا ايه بالزبط عاملين مزاهرات قدام الجامعة بيطابوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي انا بقى سأل حضرتك بسيكتوهم ليه وابطوا عليهم ليه ما انا قلت لسيادتك ما المسألة دي بتعصل كل يوم المسألة بقى تعادية جدا بقى شعبان عبد الرحيم بقى انا عشر سنين بقولي الكلام ده محدش قرب له ودول شباب متحمس دول اطفال لا احنا مش اطفال واعرفين كويس احنا بنعمل ايه اخرس يا له بس بس يا عم كريم واه اخوك ده يا زهر بس يا كريم احنا نعصيناك انا قصد اقولي يا فنم ان دول شباب متحمس واللي حصل ده اندل على شيء فانما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الامة في ازهى عصرها وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زهى الامة بالضبط ما بتاخد ولادها تحت جنحها الله اقولك ايه انا كلمتني على القابط ايه كلمة اللي انا اقولها بنفسها احسن من اي نادي موجود هو بقى لو موفقش انا لقي تصرف تاني ايه حطر رجيب ميسي 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 أستاذ رئيس قصر أستاذ شكرا ايه 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 مسان خيري عبدلاطيف بيه شفت الدنيا صغيرة ازاي مين ده ده الكابتن حسن المصر بتاع ايه بتاع الواسب الطويل اللي انت عملت العملية لابوه يا رجل البر والتقوى معيتلي شوية صيعة عشان يستفردوا بيه ويدربوني طب انا بقى حعلمك ايه هو الواسب الطويل يا بحب اسمي 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 اسمي انا بقى ليه خرجوني انا اليوم كن اخرج بسيب زميلي جوه احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض ايه يا بحب اسمي انا بقى ليس ساعة جوه الاسمي بقول مرافع عشان يطلعها لا بتاهمت معلش انا جيب ايه حقك علي انا